وفقا لوكالة واجي اليوم تجاوز الفيديو الموسيقى لاغنية الدودو الخاص ببلاكبينك 2 مليار مشاهدة على اليوتيوب بعد حوالي 4 سنوات و 5 أشهر وهو بذلك أسرع وأول فيديو لفرقة فتاة تحقق هذا الإنجاز وكذلك هو المجموعة تصل إلى 2 مليار مشاهدة في تاريخ الكيبوب بالإضافة إلى ذلك تجاوزت الأغنية أكثر من 500 مليون عملية استماع لأكبر منصة موسيقى في العالم سبوتيفاي وكذلك في يوم 3 يناير أعلنت وكالة واجي أن شيد داون انفي الخاص ببلاكبينك وصل ل300 مليون مشاهدة تم إصدار شيد داون انفي يوم 16 سبتمبر 2022 وهذا يعني أنه وصل لهذا الإنجاز بعد 13 و 17 يوم وبذلك شيد داون هو الفيديو الموسيقى 16 لبلاكبينك الذي يتجاوز 300 مليون مشاهدة ليس ذلك فقط أعلنت وكالة واجي أيضا أن مقطع أداء رقص أغنية مني قد تجاوز 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد سنة وشهرين وبذلك انضمت ليس لجيني كأسرع فنانة منفردة في الكيبوب تتجاوز 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأيضا وصلت قناة جيسو على اليوتيوب إلى 1 مليون مشترك بعد 10 ساعات و 39 دقيقة فقط فتهانين مليكات اليوتيوب في أخبار أخرى تواصل العلامة تجارية الفاخرة شنل توسع شراكته مع جيني من خلال إصدار حملة جديدة خاصة بالمجوهرات فمع مرور الوقت أصبحت جيني الآن واحدة من السفراء العالميين الأكثر طلب على مستوى العالم بسعر بوهز السمن قدمت جيني الحملة الجديدة معارض أزاء رجل وهو يتكأ على كاتف جيني بصورة مليئة بالكيمياء فبعد روزي جاء دور جيني للزهور معارض أزاء رجال إذن علينا الاستعداد لحملات بفلجاري وكرتية قادمة لليسا وجيسو معارض أزاء رجال في الوقت نفسه أنهت بلاك بينك جولة أوروبا في 2022 والآن المجموع على وشك بدء جولة آسيا في 2023 بدءا من بانكوك بتايلاند وستؤدي بلاك بينك حفلاتهم الموسيقية في الاستاذ الوطني بساعة 19 ألف شخص لمدة يومين 7 و 8 يناير وقد انتشرت أخبارها أن طاقم وكالة وجي كان في تايلاند بالأمس على الأرجح فإن بلاك بينك كانت هناك أيضا فهل أنت أيضا متحمس مثلي لجولة آسيا؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعم بالعجاب والاشتراك أيضا في قناة وشكرا لك إلى اللقاء